ما أعطيت إيها؟ ماذا؟ ما تعرفينها؟ لا، ليس سودانية يهلا ومسهلا يا جماعة الخير في فيديو يديد على قناتي اليوم معي مها جعفر مها وايد عجيبة عندها شخصية وايد حلوة اسمها ست النفر سألت عنها، طلطتوها، سألت هي فين، وإحنا لأنها لكم ست النفر، زيك ست النفر، عملا إيه؟ قولنا، ما سيصال عليك الضور عليك، أنت فينا؟ أنتوا لاحقيني هنا؟ لاحقيني في غنظم؟ بس ياهو، مرمي الله ما بترفيعها، مرمي الله ما بترفيع قبل أن أقول لكم فكرة هذا الفيديو، أبيكم نوصل هذا الفيديو حق ستة الاف لايك وأنت هو قدها قدها خلقنا نبدأ خلق لكم فكرة وايد حلوة وايد بسيطة وهي لا هي ممكن ووسيطة، بس يعني هي حلوة، أوكي؟ إنماها صارت كويتية، بقناتها تحولت، وراح أضلكم تحت بصدق الوصف، وراح تشوفون وتدخلون الفيديو، أنا حولت كويتية اليوم، بالعكس تماماً، مها وشخصية سبت النفر يا زولة، راح تحولني إلى سودانية فراح حاول بهذا الفيديو أني أتكلم سوداني طول وقت، والله يسر، وإن شاء الله أنا أقدر أتكلم سوداني، فأنا تحدشت كويتي في هذا الفيديو كيف أنا أتكلم سوداني؟ سأتكلم سوداني في الفيديو الله، حماس، أوكي، أول حاج يا جماعة، إزليكم، الليلة هنحول لولوة لسودانية متحمسة شديدة أشوفك هتتكلمي سوداني كيف، شوف يا جماعة، الليلة أنا هنحول لولوة لسودانية وعشان تتحولي لسودانية أول خطوة هتكون التوب السوداني التوب السوداني التوب السوداني طبعا، لا، عنده تكنيك معينة، عنده طريقة، هسي، إحنا الليلة هنعلمكم كل حاجة وكيف تلبسوه وكيف تلبسوه وكيف تلبسوه و جبت ليلولو اكسسوارات سودانية عشان تتعلم بها، تتعلم أكتر أول حاجة، عاوز التوب الأبيض ولا الأزرق؟ أحس الأزرق عشان يبين التصوير ده اسمه الجمر بوبا أوكي لأنه بيجي شكل زي الجمر القمر بوبا أوكي بيجي شكل زي الجمر وبعدين كانوا زمان بلبسوه البنات حلق وعند أنا أغاني كثيرة شديد بتغزلوا بالبنات اللي لابسين القمر بوبا فتقوموا بيغنوا يعني القمر بوبا وبوبا معناها توهج القمر يعرفتو؟ فحاجوم ألبس لك نفس الجمر بوبا أوكي؟ أسوارة أوكي؟ بس معمولة بطريقة مودرن أكتر طبعا عندي صاحبتي في تصميم أكسسوارات هي اللي عملتها شاوتاوت ان كيب أوكي؟ فحاجومي تلبسيها كده ألبسيها براكي براكي يعني لوحدك هاكي إسم لخصelles براكي براكي لخص��ها براكي لخصائِ كيف تتكلم؟ لا يقولون كده ولا كده كده تقللوا إييييي تقولي أنا لبستها براي أنا لبستها براي نعم، فقرت الطب أنا أحب الأبيض أنا أحب الأبيض لكن اخترت الأزرق أنا أحب اللون الأبيض لكن أنا أخترت اللون الأزرق هاشتاج بلو فور سودان ايوه اوكي يا جماعة اول حاجة طبعا اخوانا التوب التوب الطريقة بتاعتك هكا هكا ما معادلة لا كده كده اول حاجة لازم تبدي من هنا وتعمل هنا ربطة اوكي الربطة لازم تكون يعني خفيفة صغيرونة عشان ما تكون كده يعني وليه بتؤثر احنا ما بيقول تنور احنا بيقول اسكيرتي جاية من اسكيرت ايوه بعدين هنا بتقوم تدخل التوب من هنا كده اوكي بيشتمشي هنا اوكي لا 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 انت بعدين بتفكين ايوه اوكي 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 تبني اوكي كيف تمام؟ تمام إنتي كيف؟ الحمد لله عيني ده شنو اللبسة أخو ده؟ ده البنت مها 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 لبساتك ده؟ ايوه المركب ما كانت لابسة ذهب يسوي كده ما تبقى مجيها وراغية جيب الذهب دهي عبس انا ملبسك الذهب لا 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 لازم تلبس الغواشات الغواشات ده اللي جايباهم لانه فضل لازم المرة الشنكل بالدهب هاك معي الخواتم ليش الخواتم اللابسة هده؟ لا 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 شيل الخاتم ده اللو كبير كيف؟ اصفر طبعا يا جماعة بعد ما ستة نفر دخلت وغيرت الاكسسورات الغريفة بالدهب لبست الدهب وكنكشنتك كده بالدهب وطبعا نولو قاعده بالتوب كده ما قادر ستحرك ومتشابت يا رتي طيب هسي هعلمك السلام السودان اوكي اوكي عوزت تجيفي طبعا نحنا في السودان اوكي يعني عندنا عادة انا صراحة يعني متعودة عليها فلو من اجل اسلم على واحد ما سوداني او على واحدة ما سودانية ببكون يعني بتوتر اوكي نحنا بنسلم كده يعني كده 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 بوسق بعدين هانشيك واحدة كده وبعدين سلام فانا دائما انا اسلم على الناس هما بيدوني بوصلوا خلاص ونخلص فانا بكم ما بدي يتيب اسلم عليهم وهم بيبشوه انا سكت لما نشوف اصحابنا مثلا في نوعين من السلام وفي سلام بتاع الناس الكبار العجائز الطويل زيادة عن النزوم وفي السلام المختصر اللي هو كيف تمام مشتاقين الاخبار وخالص فى هى اللهو سلم عليكم كلنا كلنا لازم من الأول ننزل روبوت كيف تما مشتاقين مشتاقين اللي اخبار تمام والله اخبار تمام كيف شعر 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 مشتاقين 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 يا دو شعرين يا ماء اه اوالي ترحيح كلها تفاق والله زوديفة شديدة أعلم كيف تقولي أرح ام لا أرح أرح يعني يلا أرح نمشي أرح نمشي على الغرية اوه اي طوالي الغرية العالمية اخسامك اقوله كيف عمله ما هو السلام البيض لما هي علمتني أسلم شريك لا 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 يزال يسلم كدا سأعطيك السلام الصحي السلام يكون حار يجب أن يكون جيد السلام البارد لن ينفع معنا تمسكي اي زيلك الله يزلميك الله يبارد فيك أين غير؟ بس الله؟ بس الله ما سمعوني يا أخوانا؟ إنتوا وين الكسرة والعصيدة والملاح وين الحاجات دي؟ لكن برضو ما مشكلة الأكل شكله كويس يعني وما كون ما بتعزمه؟ طبعا يا جماعة وصلنا هاسي لمرحلة الأكل ويعني أول حاجة أشرح ليكم شعوري شنو لأن كل الأكل الرهيب السوداني هاسي قاعد قدامنا ومتحمس الشديد أوري لولو تخلو يا جماعة كل شيء يعني من المقبلات للميندش للسويت هنشرح ليكم متفصيل كل حاجة أول حاجة بحيب أشكر مطعم زول كورنر لأنهم جاولين الأكل ده وعمل لنا البرزنتيشن الحيل وشديد ده شكرا جزيلا هاد العديد متحمسة زان باكل يلا أول حاجة عندنا هنا أهم شيء في السودان الشيئة هو لحم صار يس اللي هي لحمة بتكون مشوية على الفحم شكرا شكرا لولو شكرا لولو تتعزميني وسأني وعالة تيشير حيو أكلي طبعا هنا ينرتب الأكل ولولو يزلك يلا ناكل ماذا من ناكل نغمس هذا هنا يصير تغمسين كل شيء في كل شيء انت دقيقة ما قاعد تكلم سأني موسيقى 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 نجرب تراكشه حلول والله تران صج صج ما اعطي باللجاج لا ما في الشرم السوداني تران الصج انا مقعب اكلي انا مقعد اكل الاسود انا مقعد اكل الاسود لكن المردي عجبني هم؟ مكتب حلول؟ ايه حلو اوه بس اخلا احسنا احسنا هدين من خلف الكواليس اريزين صحيح كركدير دايرين تابل داير الكركدير لا داير اوو ايه طبي ايه اوه مستواصر الكركدير 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 كيف تكون لحم دجاج او سمت بس بيغلفوها ب اسمها كيف بردينغ اوه... دقسو مطف الدقة ببهارات معينة ويشووها على الفحم يعني بيخلو اللحم موجود زي اعواد حول الفحم و يجركون مشوي فاجربي تفضلي و يجب أن تغمسيه هنا في الشطة ديس ماكوه الججاج أوه هشي جيد خايك اللهجة خلا هشي مداخلة سريعة يا أخل مداخلة سريعة مداخلة سريعة أنا أحبت هذا على فكرة المش أنا أستطيع أن تأكله مع اللحم لابد أن تستكشفه مع اللحم أحب ذلك يحب الشطة تحرق وفظيعة م Tamam واقع لابد أنت تحرس لا أريد أن تتعلم مم نتقلọt الديك دي برضو يعني مكون اساسي من مكونات طبعا اللولو عجب المش شديد يا اخواننا المش ده لازم يتعامل وصل التغييف رهيب وصلت الدكوة دي برضو مكون اساسي من مكونات الغداء السوداني وإحنا بناستخدم عرفة زبدة الفول السوداني بينات بطر كتير في كل الأكل فبنحبه شديد فبيتلقي طعمه في كل مكان قديني لقمة مار لا لا اعطيتها انا اعطيتش اعطيتش لقمة رائحية وداخلة سريعة انا وقعت كلها هاك هاك واحدة تاري طبعا هذين قاعد تصورنا من وراء الكواليس فاتحية لهذين نعم السلام رهيب شليل يا سودانيين مبالغة يا سودانيين مو ابغاكم شو تقولوا ديراكم تكتبوا في كومنت ايش اسماء هي ايش اسماء ا قمي ايش اسماء ايش اسماء انا انا دايرا اختار كركدي العصاير في السودان مهمة شديد 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 عندنا كل انواع العصاير غالباً مجففة عندنا الكركدي اللي هو عصيرنا المفضل وفيه العردي وفيه القونجوليز انا سأجرب القونجوليز ولولو ستجرب الكركدي وتقول لنا رأيوا شون اول حاجة كل طفل مبالغة شديد المبالغة شديد اللي هي الدردومة دردومة الممممم الممممم.. عن فكرة غيبة جديد هذه مديدة حلبة مديدة دي مديدة حلبة دي نوع من عنوائي حوية برضو بيأكلها للعروس عشان تسمن هي عسل دايرة نجربها دايرة دايرة أجربها دايرة نجربها ما تعتقد؟ حوالا ترى أنا بيكي ورب الكعبن كل اللي تابعني باليوتيوب ولا حتى بسناب يدعني سوفيكي وما أجرب أي أكل ف فقسم بالله حلو واتوقعت والله العظيم ما توقعت يعني ولا ما رضيك تأكل سوداني واو أنا مبسوط شديد أنا مبسوط شديد والله بقريد يا جماعة شوني أنا قاعد أكل أكل وأنا ما عرفة ومستمتعة لا لا هذا المش لقوين وسباح المش عجب لولو سديد لا هو رهيب سديد على فكرة مع حطه مع كشر أنا بسميه حمص السودان او مي جود كيف حشتاج حمص السودان شكراً زول كورنر بالجدي يعني أنا معرفة يعني أول مرة أكتشف الأكل السوداني بالطريقة دي مع لولو كلا أنا قاعد أكتشف بعض قاعد أكتشف بعض الأكل بس والله الأكل وايت حلو حد يحبيت الحين شو بسوي التحدي القادم يلا ماشين وين يا أخوانا مسوقوني معاكم طيب ما تنسوا تسمعوا دل لوكا خلاص أخيراً خلينا ستة نفر في البيت نعم وما جبناها معانا عشان ما تقعد تتفلسف علي فبس عنا أنا لالله سسمع لولو أغاني على زوجي أنا وأنا تطورت من مدخلة سريعة إلى مدخلة كلية حقيقية هاديل جاءت معنا في الرايد طبعاً نحن محتاجين هاديل عشان يحفلو بتاعتنا لما العريس يدخل بيعملو كده أبشر يعني البنات بيعملو كده أغاني سودانية في منها أغاني شعبية ومنها أغاني في يعني السودان فيه أكتر من 500 قبيلة فيهو اللغات كتيرة شديدة هس الأغاني اللي أنا اختارها من يعني هي جزء بسيط شديد يعني أغاني اسمها أغاني الحقيبة أغاني الحقيبة ديشنا الزمان كان فيه شعراء كتير وبيمشوا بيكتبوا الأغاني دي ويكون كلماتة حلوة شديدة وعميقة جداً وبيغنوها وبيمشوا بيشيلوها في الاسطوانات بيشيلوها في حقيبة وبيمشوا الراديو فعشان كده سموها أغاني الحقيبة وبيمشوا بيشيلوها أول شيء يقول جسمي المنحول براه جفاك يعني هو براه جفاك عافك يا مليح الزي براه جفاك يعني يا حلو بس جملة جملة واحدة كافية أغنية تانية اسمها حمام الأيكي سجعة طبعاً أنا بحبها شديد لا واحد بيغنيها يعني ما أنه نسجل يا حوام الأيكي سجعة نسأل أن الله رجع لايس نسأل أن الله رجع نسأل أن الله رجع أولي مسلمة وقلبك يا أولي يا حوام الأيكي بقول لي حبيبكم أنت أظن عاجبك سهودي يعني سهرى أنت مسلمة وقلبك يهودي طبعاً هناك شولدرس أحب كده 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 من في العلبان اليسوح نديان والله يا سلام من في العلبان اليسوح نديان لا طبيب جراح لا داب شفايل راح بحقه يا سلام يا سلام أتسأل أننا طبيب جراح لا داب شفايل راح يعني أنا حتى ما في أي واحد يعني ما في أي واحد بكتر بي في دنيفة مصيبة لأن فيها غاني العرس العروس أيوة أوكي في العرس بغنوا شنو؟ الدلوكة يا تماعة أيوة الحين ننسيتم والنفر ترضا علينا طيب ما تنسوا تسمعوا دلوكة الموسيقى في عميلة العديد أشكرا على الطريق أبدا مالذي أبي يحضر فشفداني أه أرفع الشيش سيبعتها أه أجد طبعا لدي بي سموها أغاني البنات اللي هي البنات زمن يقعدوا مع بعض ويطبلوا وكيف بغنوا فطلقة تلاقي رواجا كبيراً والناس بيحبوا يسمعون في الحفلات كذا بعدين لازم بتقولي معانا موسيقى احزوا ناسي هادي نحضرها 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 لايب نحضرها الله حبيت وناسي احس نادر ما يكون في دولة عربية في جلسة بنات يغنون نرأس وبعدة كل الناس اسمعوها يعني اول حاجة لازم تغس الرزارة الشخصية ناتا لابنت احنا الثلاثة يا اخ انا ما داعي للمسل خلاص خلاص ملازم لا اشعر لي يالله لازم تعملي كده معيني ازكى انك بتعزيفي يالله موسيقى 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 ذات لا بدون لقد قمت بتحديد الحلقة 24 ساعة سودانية بطريقة بسيطة وعجيبة ومختلفة شكراً معها وشكراً للهديل طبعاً صارت خلف الكواليس حالياً صارت عنصر فقال لا يخصوش دخل يعني بموت اشتخل في تعرف كأنس بهدي طبعاً أنا كنت المظهرية في الفيديو بتاع هديل أمشو شوفوه بس والله يا جماعة شكراً للهديل تتعلموا شون اللي اكتشفتها اكتشفت اشياء حلوة بالثقافة السودانية الأكل ما كنت تعرف ولا شي فيه صفر معرفة بالأكل ووايد حبيت الأكل بما أني ترافلر رحالة أتمنى أزور سودان لأنها أشوفها ودي أحضر على السوداني جياني نسوي حنو نلبثوب بس المرة لازم كنا نريلاكس فأحدني متحمسة ووايد حبيت تثقافة السودانية وإن شاء الله قريباً نروح لها إن شاء الله نحضر على السوداني وشو أكشن هاذي شاسمها؟ هاذا الجلسة البنات شاسمها؟ قاعدة بنات دللوكة بنات هذا حل دش جوي وصلوا على الفيديو ستة ألاف لايك ستة ألاف لايك ستة ألاف لايك وبالنهاية تتوين تتوين سبسكريب لايك واتحبكم بأسه